أهلا بكم من جديد نفى مصدر مسؤول في القنصلية السعودية في اسطنبول التصريحات التي نشرتها وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين أتراك بأن المواطن السعودي جمال خاشقجي قتل في القنصلية مؤكدا أن وفدا أمنيا سعوديا سيشارك في التحقيقات للكشف عن ملابسات اختفاء علما أنه أيضا كان في تصريحات قبل قليل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول أنه هو يتابع بنفسه التحقيق ومعتبرا أنه لا تزال لديه توقعات إيجابية بشأن حالة خاشقجي وفد أمني من محققين سعوديين وصل إلى اسطنبول السبت للوقوف والتحقيق في حالة اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي في تركيا حسب مصدر مسؤول في القنصلية السعودية في اسطنبول الوفد وصل إلى تركيا بناء على طلب من الجانب السعودي وبموافقة الجانب التركي للمشاركة في التحقيقات وسط قلق سعودي على سلامة مواطنها خاشقجي على الأراضي التركية مسؤول القنصلية السعودية أيضا نفوا بشدة ما نشرته وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين أتراك بأن جمال خاشقجي لقي مصرعه في مبنى القنصلية المسؤولون وصفوا الاتهامات بأنها عارية تماما عن الصحة كما شككت بأن تكون صادرة من مسؤولين أتراك مطلعين أو مخول لهم التصريح عن الموضوع حب أن أؤكد أن المواطن جمال غير موجود في القنصلية ولا في المملكة العربية السعودية القنصلية والسفارة تبدو الجهود للبحث عنه ونشعر حين بقلق أزاء هذه القضية القنصل السعودي كان أوضح أثناء جولة لوكالة رويترز في مبنى القنصلية بإسطنبول أن خاشقجي حضر للقنصلية لمراجعة إجرائية تتعلق بأوراق شخصية وخرج بعد فترة قصيرة من دخوله المبنى قبل اختفائه بعدة أيام مؤكدا أن الكاميرات الأمنية في السفارة تقوم بتصوير حية بموجبه متابعة الحالة الأمنية بشكل فوري في ظل وجود أمن سعودي وأمن البلد المضيف أيضا هناء فواز العربية حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الرياض الكاتب الصحفي عبد الرحمن الطريري أهلا بك معنا أستاذ عبد الرحمن في نشرة الرابعة أبدأ معك من تصريحات أردوغان قبل دقائق يقول أنه ما زالت لديه توقعات إيجابية حول حالة خاشقجي ماذا يفهم من هذا التصريح للرئيس وهو أول تصريح رسمي أصلا من السلطات التركية منذ اختفاء خاشقجي هذا أولا يؤكد أنه مستقية رويترز بدأت تحتز خصوص النسخة العربية رويترز خرجت تصريحات عن التراجع المملكة عن اكتتاب أرامكو ثم عاد سمو الأمير في لقاء مع بلومبرغ للتكذيب هذه التصريحات اليوم أيضا رويترز استندت إلى مسؤولين أتراك كما تزعم وأكد المسؤول الأول في تركيا أردوغان أنه لديه توقعات إيجابية بشأن التحقيقات الحقيقة أنه حادثة اختفاء جمال خاشقجي إذا أخذناها على مستوى الجريمة ونظرنا إلى من المستفيد فبالتأكيد أنه لا المملكة العربية السعودية ولا تركيا مستفيدة منه أن يختفي جمال أعتقد هناك دائرة من المستفيدين الحقيقة هم خصوم المملكة الذين يخشون أن يكون هناك علاقة جيدة مع جمال جمال لم يكن الحقيقة معارض بشكل كامل مثل المعارضين الموجودين في لندن أو خلافه إذا عدت إلى حساب جمال في تويتر آخر من التغريدات التي عادت تدويرها وسولها ريتويت كانت واحدة منها تغريدة من العربية عاجل تتكلم عن المساعدات السعودية إلى اليمن التي أمر بها الملك سلمان بحوالي 200 مليون دولار وأيضا تغريدة أخرى من وكالة الأنباء السعودية وبالتالي هو كان مختلف في الرأي سبق أن كتب وسبق أن أوقف عن الكتابة وغادر بمحظ إرادة خارج المملكة بلا شك أنه لديه بعض الاختلافات مع سياسة المملكة ولكنها لا تصل لهذه المرحلة طيب تضارب الروايات وحتى يعني في بعض الحيان كان في تنصيق بالروايات حول مصير خاشقجي وما حصل معه وما تم نشره ببعض الأذرع الإعلامية لبعض الأطراف حول المواطن السعودي تحديدا نتحدث عن الأذرع الإعلامية القطرية ماذا يمكن أن يفهم منه سيد عبد الرحمن؟ أنا أعتقد أن الأذرع القطرية أعتقدت أنها فرصة مناسبة الحقيقة للإضرار بالمملكة حاولوا أول شيء أن يجعلوا الموضوع كله في زاوية حرية الرأي الأمر الآخر تضخيم الزميل جمال بدرجة كبيرة حتى يمثل خطر كبير على المملكة واتسم الحقيقة اليومين الماضيين بأن حسابات الجزيرة وباقي الحسابات على تويتر تكتبت تغريدة ثم تمسحها وبالتالي يبدو أنه لم يكونوا مركزين كثير وأعزيهم الحقيقة بلقاء الرئيس أردوغان الذي أحبط جميع طموحاتهم التي كانت تقول بأنه سيخرج ويتكلم ويذكر ما حدث أنا أعتقد أولا نهج المملكة التاريخي مع المعارضين لم يكن فيه عمليات قتل هذه موجودة في نظام القذافي في نظام صدام حسين ولكن المعارضين السعودين كثير منهم موجودين في لندن وفي مناطق أخرى أيضا هناك العديد من المعارضين عبر التاريخ سواء المعارضين الشيعة الذين عادوا في التسعينات أو بعض المعارضين الآخرين الذين عادوا إلى المملكة خلال السنوات الأخيرة وبالتالي المملكة دائما ما تعتبر المعارض قبل الموالي هو ابن من أبنائها يكون هناك تصالح هذا الأمر الأول أمر الثاني الشخصيات الأكثر خطرة من جمال خاشقجيو التي قامت بعمليات إرهابية هي موجودة اليوم تخضع لمحاكمة عادلة توفر لها المملكة قضاة عفوا محامين إذا لم يكن لها محامي وبالتالي لا يتصور هذا السيناريو تحاولت أبواب قطر التسويق له الأمر الآخر والتحليل الساذج أنه إذا رادت المملكة أن تقتل أي أحد فلماذا تقتل في قنصليتها فتقتل في الخارج أفضل بالفعل موضوع فتح القنصلية لأبوابها لرويترز وكذلك الاستعداد لاستقبال على محطة أجهزات الأمنة التركية ماذا يمكن أن يفهم منها يفهم منها أن المملكة العربية السعودية قوية وصادقة فيما قالته وليس لديها شيء تخفي هي فتحت قنصليتها التي هي أرض سعودية لوسائل الإعلام لتؤكد لهم بالحقيقة وليس على مستوى الروايات التي تقول شهود عيان أو مسؤولين أتراك دون أن يكون هناك استناد إلى وقاع جميع الأصوات التي خرجت وقالت بمقتلة وقالت بوجود جثته لم تمتلك صورة واحدة لتؤكد هذا الأمر صحيح سيد عبد الرحمن من له المصلحة برأيك بترويج فعلا لإمكانية لهكذا خبر من هذا النوع قتل مواطن سعودي على الأراضي التركية الأنظمة المعادية النظام القطري له مصلحة النظام الإيراني له مصلحة دعينا لا ننسى أنه في تركيا يوجد أكثر من ثلاثة مليون لاجئ سوري الذهنية التي تحكم نظام بشار الأسد لا يمكن أن يكون هناك ثلاثة مليون سوري في منطقة ولا تكون مخترع المخيم بالعدد كبير من الجواسيس الموالين لها هذا نهج النظام السوري نذكر كيف أخرج العناصر الإرهابية من سجونه وذهب بها إلى العراق بعد العام 2003 وبالتالي هذه الذهنيات الثلاثة هي التي تستهدف تصوير المملكة في هذه الصورة وكانها هي التي تحارب الرأي بهذه الطريقة ولأن هذه الأنظمة الثلاثة هي التي لا تحترم حرية الرأي فتتوقع من الآخرين القيام بنهجها شكرا جزيلا لك كان معنا إذن من الرياض الكتب الصحفي عبد الرحمن الطريري شكرا جزيلا لك